تسهم التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي وما يعلن عنه من قرارات متخذة إلى جانب الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا تسهم في رفض جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره نعم هذه القرارات والإجراءات المتجددة والمدروسة تأتي مع متطلبات كل مرحلة صحية وذلك لضمان استمرارية الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من الفيروس وتحوراته المختلفة جهود مملكة البحرين على مده السنتين المرت في التصدي لجاحة الكورونا في مختلف مساراتها أثبتت اليوم فعاليتها ونجاحها على مختلف الأسعدة وأخذنا زمام المبادرة في تنفيذ جميع الخطط والبرتوكولات الاستباقية التي تمت ونجاحها على مختلف الأسعدة منذ بداية انتشار فيروس كورونا عالمياً أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وذلك برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة التي ساهمت إلى حد كبير في تقليل الأضرار السلبية النتجة جراء هذه الجائحة العالمية وأنا أؤكد بأن لكل مرحلة من مراحل الوباء تكون لها معايير خاصة من المستحيل تطبيق هذه المعايير نفسها في جميع المراحل بما أن الفيروس يكون متقير وبأن الفيروس يكون مختلف اللي هو بعلم الوبائيات ينسمي الدايناميك فكذلك القرارات يجب أن تكون مواكبة لهذه التقيرات وبالتالي تكون هي من أصل أو أسس نجاح عملية التصدي لفيروس الكورونا الإجراءات والقرارات التي تأخذ تأتي تماشيا مع مستجدات الأوضاع الصحية محليا وعالميا لسيما في ظل تحورات الفيروس المختلفة والتي تتطلب في كل مرحلة تجديد هذه القرارات والتدابير عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع الفيروس خلال المراحل المختلفة وأنا كمواطن بحريني قبل ما أكون كعضو في فريق البحرين أشعر الارتياح في هذا اليوم بأن القرارات المأخوذة والإجراءات السباقية تلامس أرض الواقع وتواكب المنطق ولأن الوقاية خير من العلاج كان وما زال الوعي المجتمعي في تنفيذ والتقييد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالإضافة إلى تلقي التطعيم بجرعاته الثلاث ضرورة ملحة في جميع الأوقات لا سيما في ظل الارتفاع الذي تسجله مملكة البحرين في أعداد الحالات القائمة في الأوينة الأخيرة فهنا ينبغي علينا جميعا العمل بروح الفريق الواحد لتقليل هذه الأعداد والبناء على ما تحقق من جهود وطنية في كفح تفشي الجائحة العالمية ترجمة نانسي قنقر